مرحبا معكم ريد عازم من كامبوس اكاديمي وفي هذا الفيديو سأجيب على بعض اسئلة المشتركين بالقناة السؤال الاول هو من خالد ويسأل هل دروبشيبنج من امازون الى ايبي يشكل خطر على حسابي الامازون او على البيبال والجواب هو طالما طريقة عملك بالمجال مطابقة لكوانين امازون و ايبي لن يحصل اي ضرر لحسابك مفضل شراء المنتجات التي تريد شحنها للمشتريين من حسابك في الامازون عن طريق الديفت كارد وليس من بطاقة الاهتمال الخاصة بك وبخصوص البيبال سيحجز في البداية مبلغ البيعة وعندما يتبين حسب رقم التتبع ان المنتج قد وصل للمشتري سيغلي الحجز على المبلغ السؤال الثاني هو من قناة المجد الاسلامي ويسأل لقد تم اغلاق حسابي الاول في ايبي و اريد فتح حساب جديد ما هي الطريقة و هل يجب علي ان اغير الحسوب او البيبل او فال فاي لكي افتح حساب جديد عادة عند اغلاق حساب في موقع ايبي و ايبي يرسل لك رسالة يكتب بها انه لا يمكنك العمل معهم من الآن مصاعداً سيعلم ايبي حسوبك و شبكتك الانترنت و اذا فتحت حساب جديد من نفس الحسوب و من نفس الشبكة سيغلقها اوتوماتيكياً الحل لهذه المشكلة هي شراء رقم شبكة جديد والذي يسمى بروكسي او ايبي وتحميل لحسوبك برنامج تصفح ثاني مثل فايرفوكس موزيلا وتعريف البروكسي الجديد ببرنامج التصفح الجديد هكذا ستتصفح بالموقع و كأنك من شبكة ثانية مهم جداً عند فتح حساب جديد تعريف رقم هاتف جديد و اسم جديد ليس كما كان معرفاً بالحساب الذي اغلقه مهم جداً تذكر ذلك السؤال الثالث هو من مدونة العذكري للمعلوميات و يسأل هل ينحصل هذا المجال على الفئة الاكثر من 18 سنة لانني لدي 17 سنة و نصف و لدي طموح كبير لاسعاد ابوي لانني لا اضيع الوقت امام الحسوب فيما لا ينفع كل الاحترام على هذا الطموح احترم الشباب التي لديها طموح كهذا و اتمنى لك التوفيق الجواب لسؤالك هو انني انصحك تعريف اسم ابويك و العمل على اسمه لانه الحد الادنى للعمل على الموقع هو 18 سنة و يجب ان يكون حساب بانك و بطاقة اهتمام السؤال الرابع هو من سو ام و هو اكثر يعترض كما ترون في التعليق و اكثر يعترض على الفيديو الذي اعرضته بخصوص المنتجات المغربية اخي العزيز انا لا اعرف تكاليف الشحن في دولة المغرب انا فقط ساعدت اخوتي بالمغرب ليتعرفوا على بعض المنتجات التي تباع من دولتهم انا لا احسدهم و بالعكس انا اساعدهم اعتقد انك فهمت محتوى الفيديو خطر السؤال الخامس هو من عبدالرحيم بخاري و يسأل مريد ان اشتغل في مجال الانترنت بماذا تنصحه دائما انصح كل الشخص يريد بدء العمل على الانترنت البدء بمجال البيع على موقع ايبل لانه لا يتطلب استثمار الكثير من المال و يمكنك بدء العمل بالموقع و البيع به حالا على عكس الطرق الاخرى التي تتطلب استثمار المال السؤال السادس هو من لانا سماح و تسأل ارجو منك اذا كان ممكن ان تشرح لي كيفية فتح حساب ثاني على موقع ايبل مع الاحتفاظ بالحساب الاول الجواب لهذا السؤال هو تماما مشابه لجواب السؤال الثاني عليك فتح الحساب الثاني من بروكسي جديد هكذا لن تعطي الامكانية لموقع ايبل ربط الحساب الاول والثاني مع بعض السؤال السابع هو من براق و يطلب مني ان اعمل حلقة بخصوص اوراق الشركة و خصوص مجال الضرائق للاسف هذا الموضوع يتغير بين دولة لدولة انصحك التوجه لمدقك حسابات و هو سيساعدك بخصوص هذا الموضوع السؤال الثاني هو من رواعي النجوم وهو اكثر متعلق بالقرصات المدفوعة في الاكاديمية و تشتكي من السعر الباهد المعلن على القرصات جوابي لهذا الانتقاد انه كل شخص يقيم كيمة وقته كما يريد لا تنسي انه يوجد ثلاث موظفات لدي تعمل فقط على دعم الطلاب في الكرصات المدفوعة و دعم الطلاب ايضا من خلال مجموعة الفيسبوك المغلقة ولكن قريبا سأعلن عن طريقة دفع سهلة اكثر و مريحة لجميع العالم العربي نحن نعمل على مساعدة العالم العربي للدخول بمجال التجارة الالكترونية بطريقة احترافية من دون اخطاء و ربح المال من المجال فقريبا سألعني عن طريقة دفع جديدة فنصحك الانتظار بعض الاشهر نحن نعمل على المنظور السؤال التاسع هو من احمدي و يسأل كيفية تحذف دول لا يمكننا الشحن اليها الجواب لسؤالك عند الدخول لإعدادات صفحة المبيعات يوجد باند يسمى باندسكولوجين لست عند الضغط عليه سيريك جميع دول العالم و يمكنك تعليم اي دولة لا تريد ان ترسل اليها و بحالة تعليم اي دولة صفحة مبيعاتك لن تظهر له عندما يبحث عن المنتج الذي ستبيعه فنم جدا تذكر باندسكولوجين لست السؤال العاشر و الأخير هو من خالد و يسأل للبيع على موقع اي بي هل ضروري أن يكون لي حساب البيبل أم بطاقة اعتمان كافية الجواب سؤالك نعم و لا نعم ضروري أن يكون لديك حساب بيبل لأنه جميع المبيعات التي ستحصل بحسابك سترسل للبيبل أتمنى أنني نجحت في مساعدة جميع المشتركين بالقناة و إذا يوجد لديكم أي أسئلة أخرى أو استفسارات بخصوص الأجوبة التي بالفيديو أرجو كتابتها بالتعليقات و سأحاول الإجابة عليها بأسرع وقت ممكن أيضا أريد أن أسألكم إذا أنتم معنيين في أن أعمل فيديوهات ببث مباشر لسؤالي ببث حي ومساعدتكم بأي مشكلة تواجهكم في الحال و أي أوقات ملائمة لكم أن أعمل هذا البث فإذا أنتم معنيين اكتبوا لي بالتفاصيل نعم أنا معني و كتابة الوقت الملائم لكم بالتوقيت الفلسطيني و لكل من يشاهد هذا الفيديو و لم يشترك بالقناة بعد فنصحوا الاشتراك بالقناة لأننا سنعلن فيديوهات أسبوعيا على القناة تساعدك على بدء مشروعك بمجال التجارة الإلكترونية ولا تنسوا الضغط لايك أيضا شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو و سأراكم في فيديو آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة